ديوانة فهم حلقة خاصة حول الشيكات بدون رسيد وشنية تفاصيل مبادرة تشريعية المتعلقة بالعفو العام على الشيكات بدون رسيد بحذية كل من سي عبد الرزاق قحواس النطق رسمي باسم الجماعية الوطنية المؤسسات الصغرى والمتوسطة الأستاذ المحامي والقاضي السابق في قضايا الشيكات الأستاذ نبيل بالحسن ومشكور من تواجد معنا النائب المحترم عن كتلة صوت الجمهورية وصاحب المبادرة التشريعية المتعلقة بالعفو العام على الشيكات بدون رسيد السيد نيزار الصديق مرحبا بيكم مرة أخرى ومرحبا بيك سي نيزار كنت أسمى في الوخيان الجانب القانوني الجانب الواقعي اليوم من أهم المواضيع اللي قاعد يخدم عليهم المجلس هو المشكلة الاقتصادية الاجتماعية فيما يتعلق بالشيكات بدون رسيد شنو رأي البرلمان في هذا الموضوع شنو رأي الكتلة اللي تنتمي لها سيادتك والتوجه العام وين ماشي خاصة وأنه اليوم فما مبادرة تشريعية قدمتها سيادتك ونخرطوا فيها العديد من النواب تحكي لنا عليها وفما سمعنا لكن ما شفنا هاش مبادرة من وزارة العدل اللي لليوم مزالت ما وصلتش إلى البرلمان على حد علمي وإذا لو كان كلامي غال تقول لي صلح لي شكرا للاستيضافة في البداية أنا كنت نسمع في الوخيان بالقدام نحب نواضح اللي احنا منذ مباشرتنا العمل في البرلمان الحقيقة لجنة تشريعية العام أول موضوع بدات في الاستماعات فيه هو موضوع الفصل 411 وموضوع أحكام تنقيح المجلة التجارية قامت بأكثر من أثناء شن جلسة مع الأطراف المعنية الكل هذا كل نتيجة الوعية معناها بالوضع الاقتصادي الحرج وعلاقة الموضوع الضيب بالوضع الاقتصادي هذا حتى أننا قمنا بيوم برلماني في المجلس حول موضوع الشيكات بدون رصيد سيد رئيس المجلس كان صرح أنه مجلس النواب الكل معناها ماخذ على عاتقه الموضوع هذا ونحب نقح أحكام المجلة التجارية خاطر نحب نعاول الاقتصاد من تاع البلاد وبالتالي باشي أثر على الوضع الاجتماعي في اللي كنت نسمع فيه من عند الوخيان ومن عند الأخت هو أن الحكومة قدمت مقترحة القانون هذا متاع الفصل 411 وزارة العدل نحب نوضع حاجة لوزارة العدل لحد اليوم ما جابتش تنقيحات هذه المتعلقة بالفصل 411 مع أنها في لم يتم إداع رسمياً مشروع قانون لتنقيح الفصل 411 في مكتب المجلس هي اللجنة استبقت استبقت ورود مشروع القانون هذا على أنظار مجلس النواب خطرت تعي جيداً أهمية الموضوع هذا قامت بالاستماعات الكل في لقاء مع وزارة العدل قبل العطلة البرلمانية بشهر وعدوا باش يجيبوا مشروع القانون هذا في ظرف شهر إلى حدود اليوم مشروع القانون هذا مجاشي المكتب بالضبط في مجلس النواب أنت تحكي لي من جوان 2023 وعدوا وعدة وزارة العدل إلى يوم الناس هذا وعدت أنها تجيبوا في ظرف شهر أنها تجيبوا معناها قبل العطلة قبل ما تخبر جنتما في العطلة البرلمانية إلى حد يوم الناس هذا ما فهماش هل مشروع القانون هذا إلى حد اليوم الناس هذا ما فهماش مشروع القانون هذا بيه؟ والغريب والعجيب أن سيدة وزيرة العدل معناها في تصريحاتها تقول لو ثم عنا 427 سجين والموضوع معناها ما يستحقش هل ما يوثار 427 سجين 427 سجين محكوم محكوم في السجون التونسية معناها التناقض وين يصير معناها سنخل نفهم سعر وحنا عنا هانا بحذانا ربما شو ما هو معناها أستاذ ومحامي وقاذي 427 بوتاتر محكوم سيئة تحكم لكن اللي قضايا متاحهم منشورة واللي هم بوتاتر في قديش هدوما معناها أستاذ شنجبش تفيدنا؟ أنا ما عنديش الحصائيات بالضبط لكن المنطق يقول أنه العدد يجب يكون أكثر بكثير لأنه نظرا لحجم الشيكات المنشورة ومعناها تستوجب أنه يكون حجم كبير عبدالعسيق من عشيدر وكين أنت عندك أنا بش نزيدكم معلومة الرقم اللي نحنا معناتها خذيناه ريفيرانس وخدمنا به منين؟ هو بالضبط من قضي تنفيذ العقوبات في إذاعة جوهر أفهم عيش إيكو البرنامج يوم 8 سبتمبر 2022 أعطانا الرقم متاع 7200 مدعون وأعطانا زادة رقم المفتش عنهم اللي هو 450 ألف 450 ألف مفتش عنهم في قضايا شاكت في تونس؟ كل كل موجود الفيديو النجم يتفرجوا فيه منشور حتى على باج الجامعية قاضي تنفيذ العقوبات من سيستيم ديريكت خرج الاستاتيستيك سيد النائب المحترم القريب العاجل بيش تعداوا على مجلس وزاري ويتم إحالتهم على أنظار مجلس النواب هذا النهار اللي جانا رئيس الحكومة في ستة نقاط فيسعة فيسعة ما شو نقولهم النقطة الأولى قالت آلية التحري والتقصي على الرسيد في منظومة إلكترونية اللي هي حاجة باهية هذا يتلغي الشيك بدون الرسيد النقطة الثانية مسؤولية المصرف اليوم المسؤولية كان في 20 دينار تسقيف الشيكات الشيكات الورقة بشوال اللي عندها معناتها الورقة فاها 200 دينار بتجرب تكتفها 300 تكتفها كم متين الصلح بالوساطة في التحكيم التحكيم والوساطة بالضبط وإثارة الدعوة من المستفيد على الطريق المدنية وهذه هو معنتها النقاط اللي هي نقاط مهمة مهمة جدا مهمة جدا ندر كنا مشوفيها صحيح بربي ثم نقطة نحب نعلق عليها موضوع البنوك بالنسبة للبنوك نحن نرى كل قطاع في تونس ماذا بينا يبدأ أمور واضحة ويبدأ قوي باش معناها الاقتصاد نتعني يبدأ قوي من بين هالبنوك ماذا بينا بنوكنا قوية أمورها واضحة كقطاع ماذا بينا واحد ولكن اللي يطلبين منه أن يقوم بدوره في دفع التنمية بالنسبة للنحن الواضح خي هذا الموضوع شنين المشكلة متع البنوك اللي انتو ما تعبوها مع لي أربا نعب على البنوك هو وكأنه عنا بانكة واحدة معناها بفروع وبأسماء مختلفة نفس السيستام نفس المعاملة نفس كل شيء معناها الواحد إذا كانت تصير له مشكلة معا بانكة أو يمشي البانكة أخرى معناها يلقي البيبان مسكرة معناها دنك لاحنا ما نلاش نتعامل معه بنوك معناها ما فلماش حتى تنفسية ما بين البنوك معناها كي نمشي البنكة أنا عندي معاها مشكلة عندي شاكر راجع فيها ولا عندي فيها أشكالي نمشي البانكة أخرى باش نخو قرص ولا باش نتعامل معاها باش ننفس روحي معناها على قبل سيد النائر معترم البنوك زادة فما عندها معيار مهم ومهم جدا هو معيار المخاطر معناه يقول لك إذا لو كان أنت اليوم معناها خذيت من عندي أنا فلوس وما رجعتهمش بش تمشي الوحد أخر يأتي بانك أخر يأتيك فلوس هذا زادة فما مخاطر أنا ربما في الموضوع هذا ما نعيبش على البنوك بقدر ما نعيب على الدولة التونسية على الحكومة التونسية شنو اللي عملت اليوم بش تعمل أنفان اللي هو بالنسبة للعباد اللي للأسف فما عباد مش قلبة يا راو معناها يا رسول الله فما ربما اللي يعطي شكات ويخرج البره ويهرب واللي هو معناها بينية القلبة لكن السواد الأعظم السواد الأعظم عمره ما كان يتصور أنه هو بش يتجرجر في المحاكم للأسف معناها كان يخدم على روح وجاته وضعية يلقى روحه مسكين مسيب شكات عنده غلطة لأنه أعطاه شكات بالضمان وغير وا 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 وهذا ما تدرج لكن مش قلبة معناها سيد نائب والله الحقيقة بالنسبة للدولة قايمة بمجهودات كبيرة بش توفر خطوط تمويل بش تعاون الإشكال وين أن خطوط تمويل هذي الكل تتعدى على البنوك صحيح الفلوس اللي تدخل الكل تمشي البنوك معناها إحنا الفلوس هذي اللي شازينا الفلوس هذي خطوط تمويل هذي اللي شكون عاملين حنا عاملينها للمؤسسات الصغرى ومتوسطة هكا ولا إذا كان الفلوس هذي نصبوها للبنوك العباد هذي البنوك ما تجمش تعطيها خطرها كلاسي شنو اللي صلحنا بالضبط معناها حتى كنوفر خطوط تمويل ما تمشيش المستحقية في النهاية خطر التعدى معناها عن طريق البنوك وهذا الاشكال اللي صير معناها ما نجمنا نعملو حد شي بي لأنه الوقت دائم فيها المبادرة التشريعية اللي قدمتها سيدك واللي اليوم انخرط فيها العديد من النواب في انتظار ربما أن الحكومة تحيل مشبوع القانون هذي شنو اللي تقول هالمبادرة التشريعية هذي المبادرة التشريعية هذي فيها ثلاثة فصول الفصل الأول يحدد المنتفعين بالعفو هذا اللي هم مشكول اللي هم كل من أصدر شيكا بدون رصيد أو اعترض على خلاصه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من المجلة التجارية وحررت في شأنه شهادة في عدم الخلاص لكن قبل تاريخ 1 جام في 2024 خاطر من نجموش نعمل وعفو عام في المسيب تولي الناس تستغل الوضع وتسيب في الشيكات بالنسبة للفصل الثاني شنو اللي فيه بالضبط نقروه ما يسالش خاطر لا يمس العفو العام أما أعطينا كاكون كريم لا يمس العفو العام بحق الغير خاصة بحقوق المستفيد من الشيك ويشمل مصاريف الأعلام التي دفعها البنك المسحوب عليه ولا يشمل مصاريف القضائية والتي لم تستخلص ولا الاستصفاء الذي تم تنفيذه ولا الخطيئة التي تم استخلصها نقروه في الفصل الثاني هذا معناها أول حاجة حاولنا نحافظه على حقوق المستفيد وأنه التتبع يكون مدني وهذا هو منتظر في التنقيحات اللي جايتنا متاع المجلة التجارية نحن شنو عاليش عاملين معناه لأنه رفعت العقوبة السجنية بالطبع هو العفو العام عليش هو العفو العام روى على العقوبة السجنية نحب الناس تخرج تقدم ترجع للمكينة الاقتصادي ما هو معقول عباد في الحبس نعانوا في اكتظاء السادة القضاة يعان خاطر آلاف الملفات عنده في المحاكم الدولة التونسية تخسر في الجيباية تخسر عليهم في فلوس مصاريف السجون كل يوم معناها الحبس هذائق بالنسبة للعباد هذوم بالذات هو اخساره صافي هو اخساره صافي للدولة هو اخساره لهم هما واخساره لعائلاتهم واخساره للاقتصاد واخساره الدولة التونسية يعطيك الصحة من جانب الجيباية يكلمك صحية بالضبط معناها بالنسبة للعفو هذا يهيئ يهيئ الظروف ويهيئ الجو للمبادر اللي باش تجيبانا وزيرة العدل اللي ما زالت لاجتنا معناها اللي فهمتوا من كلام سيادتك سينيزار الصديق النائب عن كتلة تساوتة الجمهورية وصاحب مبادرة تشريعية المتعلقة بالعفو العام على الشاكات هذي ستونيتاب ترانزي توار يعطيك الصحة معناها هذي مرحلة ربما تسبق المرحلة اللي باش تجي من عند الحكومة التي ستنقح الفصل 411 هات نعطيه عفو عام على العباد اللي ضرت إلى حدود واحد جانبي الفين واربعة وعشرين ونعملو هات تسوية هذية ونختاره وعطيت معايير انتي في الفصل الولاني هذوما ومن بعد وقت اللي باش تجي التنقيح الرسمي خليني نقول من قبل الحكومة التونسية وقتها باش تلقى أنه دي جاء الأرض مهيئة هذا هو ربما التمشي والفلسفة العامة بالضبط علاش خاطر راح كامل فصل 411 ولا المجالة التجارية رو باش نقح معناه منظومة الشيكات بيرمتها باش تصلحنا منظومة الشيكات في علاقة بالبنوك في علاقة بالمستفيد بالليسلم الشيك تصور كامل تصور كامل باش تصلحوا أما المبادرة هذه عملناها من أجل الناس هذه ومن أجل مؤسسات صغر ومتوسطة خلي ترجع تخدم على روحها أهم حاجة بالنسبة لي نحن خلي ترجع للدورة الاقتصادية خسرنا جانب كبير من المحرك الاقتصادي تونسي ناس معناه في الحبس وقال لها ناس ريشدشية وقال لها ناس هربطة البر نسبة النمو وهذا ربما ما يفسر ذلك زاد نسبة النمو اليوم في 0.4% جانا عام اكسبشونال بالنسبة للسياحة وجانا عام اكسبشونال بالنسبة للتحويل للتونسيين بالخارج لو كنتي عندك 0% نسبة النمو متاع ناتج داخل الخامتك هذا ربما زاد يفسر الوضعيات الاجتماعية يعني مشكل الشيك سي عبد الرزق أحواز يمس حتى السلم الاجتماعي أي يمس السلم الاجتماعي لخاطر برشة عائلات مش تلقى روحها أنه الأب والأم معنتها موجودين في السجن وعندنا مثال في الجماعية البو والأم مسجونين والصغار عند الخالق البو والأم مسجونين والصغار عند الخالق يا رسول الله معنتها وضعية خايبية يسر فما حاجة أخرى نحب نقولها راهو بالنسبة للعفو اليوم وقت اللي بش تعمل عملية عملية الإنسان مريضة والعملية هذية فاهم عندها شقان أول حاجة نعملوها نعملو البنج بنجوه هذي هو العفو الأولاني طوى السكالبال في يد الشقان في يد وزارة العدل طوى بش تشقه تعمل العملية ونتعدى معناها الجماعية الوطنية الموسطة الصغر المتوسط اللي أنت نتقى رسمي متاحها سيعد رزيق حواس تساند المبادرة التشريعية هذي؟ نساندوها نحنا نحنا من النهار الأولاني تساندناها وكانت معناتها العباد الكل واقفة مع المبادرة هذية وحتى عملنا اجتماع لمساندة المبادرة هذي هذي نشوفوا رأي الأستاذ سينابيل بالحسن شكراً بش يكون فما جدوى فعلاً معناها في الجدوى للعفو يجيبوا أن يقترنا بعدم التجريم علاش؟ علاش؟ كيجي نشوفوا العفو وعلى الجرائم التي ارتكبت ولا؟ ونحبوا ونعاودوا إعادة إدماج هكا العدد الكبير من الناس اللي وقعوا تحييدهم على المجال الاقتصادي معاش ديزاكتوري كونوميك اللي خارج وفهم قرال برا بتوينس هاربين من الدولة وفهمتني وفهم هناس روش هرشي متخبية ما نجمش لسان في المنظوم الاقتصادي هذو ما نحبوا نحنا إعادة إدماج هالجزء الكبير من العباد ده هذو واللي ما زل ما ارتكبش الجريمة علاش نجرمو له مثلا احنا كنقوله في واحد مارس روشيك مثلا ما عادش مجر إذ كان احنا كمشرع وكدولة مقتنعين انو الشيك وسيلة خلاص وشنون مالحرج ان نقول معناها رو ما عادش مجر خاتناعرف اللون فهمه الشيك أما احنا في قارات أنفسنا معتقدين ونعرفوا اللي فهمه الشيكات كبيرة قاعدة دور على وجه الضمان ومن هنا نجي لكلمتك خوي هنيس اللي هي حكاية السلم الاجتماعي والنظام العام الاقتصادي شنين هي الحكاية نجي نشوفه رو 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 اختر رو نشوفه المنظومة الشيكات على حالتها توا معنا في وضحها الحالي فهم ما سيسم النظام العام الاقتصادي علاش على خاطر فيها خلق ثروة وهمية شنين خلق ثروة وهمية الشيكات الدور دون مقابل حقيقي بما يساهم في التضخم في مزيد التضخم معناه هو ترفيع الاسعار ونزيد ونمسوا قفة المواطن التونسي نتيجة هالمنظومة هذي ثم عنا في المقابل السجن والخاطية يستانيوا في الجهة الاخرى نحب النبه هو ان الاقتصاد السليم ما يتبنيش على العقوبات يتبني على الاصلاح والدولة كانت تحب تعمل مداخيل ما تعملهمش من الخطايا تعملهم من معناها من تصحيح من الانتاج من تصحيح المسار الاقتصادي من الانتاج صحيح مش من الخطايا ثم انهي بالنقطة هذي وانه البنوك كما اشارلها النقاب المحترم البنوك هروا يجب يكون هية وشركات التأمينة اللي سهين عليها يجب يكون عندهم دور اجتماعي واقتصادي فاعل ما يجب هاش تكون مجرد مؤسسة اقراض وشركة التأمين قولك لا نأمن لك هذي وما نأمن لكش هذي ونأمن لك هذي وما نأمن لكش هذي يجب كشرك تأمين تقوم بواجبك الوطني في تأمين الاقتصاد في تأمين المؤسسات مسقوط معناها جكس وقال من عند مستمع وفي في ثلاثين ثانية يقول لك هل المتقاضي الحق في طلب الضم اذا كانت الشيكات متفرقة او في دوائر مختلفة ينجي والقوذات سيد القوذات يتفهموا الوضعات هذه ويطلب من القاضي يقولوا هروا عندي مجموعة في الدائرة الاخرى مثلا بالتاريخ كذا القاضي لن يتردد في احالتها يعطيكم الصحة شكرا على البلاتو اللي فسر للتوانس على حقيقة العديد من الامور نحب نشكر بالاساس سيد النائب المحترم عن كتلة صوت الجمهورية وساحب مبادرة الشرعية المتعلقة بالعفو العام على الشكات سي نزار الصديق برك الله فيك على كل هذه المعطيات سي نبيل بالاحسن المحامي الأستاذ نبيل بالاحسن يعطيك الصحة برك الله فيك وأيضا الناتق الرسمي باسم الجماعة الوطنية للمؤسسات الصغرية والمتوسطة سي عبد الرزاق أحواس شكرا لك حسنا انتهت لهذا اليوم دي وان البزنس نتقابل إن شاء الله الجمعة جاية في نفس الوقت حداش نصر نهار في موضوع آخر من هنا الوقت نقول لكم في أمان الله أقوم نصر نهار حمدي السويسي بشيكون على رأس الأخبار ثم أمي معياري في أوستار تحكيكو في العديد من المواضيع ذات الصيلة الكultureل ثقافية نتقابلونا إن شاء الله أنهار سبت الجايفية من الله بسلامة ترجمة نانسي قنقر